السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا بكم طلبنا العزاء ويأكم الأستاذ محمد نجم النوفلي واليوم راح نتكلم عن صفات أصوات العلة القصيرة يعني تصنيف أو صفات يجيك مرات تصنيف 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 صوت الثاني هو صوت الأه كما موجود في كلمة تان اللي هو يكون ميد أوبن هنا يكون فرونت أمامي ويكون سلايتلي سبريد صوت الثالث اه كما في كلمة ساد المثال ذلك اوبن فرونت سلايتلي سبريد عائلة أصوات كلها مثل ما شوفنا هذا وصفها طبعا أنا أنصر حفظ هذا الجدول حقيقة هذا الجدول أنا تعبت علي وصممت الفضل الله سبحانه وتعالى خمّ إلي راح تستفادون جدا من عنده أتمنى أتمنى ما تنسوني من دعائكم ويعني حقيقة تعبنا جدا من لي لذلك أتمنى تشاركون الفيديو ولا تنسوني بكلامكم الجميل وشكرنا على التعليقات الجميلة إحنا خلينا نوضح شوي عنه إذا تلاحظون هاي اللي باللون اللي أجزرق دائما ذني راوندد الشفاه يكون بها دائرية إحنا عدنا هذا المخطط إذا اللحظ أنه اللي صيرت على هذا الخط هنه كل هنا فرونت واللي صيرت على الخط اللي بالنص هنه يكون ميد يعني وسط واللي يكون على هاي الجهة يكون باك فإذا أجاني يعني بكل بساطة أنا لو أريدت أعرف كل صوت أجي مثلا على هذا الصوت هذا الصفاته راح يكون فرونت لأنه هنا وراح يكون كلوز لأنه هنا أيضا قريب فرونت بكلوز طبعا طالما هو بالمنطقة الصفراء فرح أقول عليه انراوندد انراوندد اللي هي الحالة اللي يكون غير دارية لو جاني مثلا على سبيل المثال خلينا نقول هذا الصوت أريد أعرف صفاته هذا الصفات الآ أولا أنه اوبن لأنه على هذا المنطقة لي جوه صاير ثاني أنه فرونت لأنه نصير على هذا الخط هايجي ثالثا طالما هو بالمنطقة الصفراء فرح يكون انراونددد وإلى آخري خلينا ناخذ هذا الصوت طالما بالمنطقة الخضراء رح يكون راوندد دائرية وهو باك لأنه على هاي المنطقة ورح يكون اوبن لأنه صاير هنا اوبن ويشي وهذا أيضا وصفهم كلهن لشورد فاول بالتفصيل المهم أتمنى أستفاديتم من هذا الفيديو وأي سؤال أو استفسار أو شي ما واضح أتمنى تكتبونا بالتعليقات حتى أجاوبكم أشوفكم بخير ترجمة نانسي قنقر